عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بنعطية من بين المشاكل اللي تعترضنا وقت اللي توصلنا وثيقة بلغة ما نعرفهاش وإلا لغة ما عنا عليها حتى فكرة ونحبه نقومه بترجمة الوثيقة هذية فإنه عادة ما نقعد نقومه بنسخ ولسق بالفقرة بالفقرة في موقع جوجل ترانزليت أو في خدمات جوجل الترجمة خدمات جوجل الترجمة اللي فيهم مشكلة أخرى المشكلة هذه إنك ما تنجمش تقوم بوضع فقرة فيها أكثر من 5000 حرف أو فيها أكثر من 5000 كاركتر لكن في الفيديو متاع اليومه جبنا الحل والحل في إنك تقوم برفع أو بعمل أبلود للوثيقة كاملة على موقع جوجل ترانزليت باش يقوم الموقع بالترجمة متاحة باش تشوفوا الطريقة هذية معليكم كانت تفرجوا في الفيديو وقبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس ونخليكم مع الفيديو الموقع اللي بش نستعملوه اليومه في الفيديو متاعنا بطبيعة هو موقع جوجل ترانزليت موقع جوجل ترانزليت اللي ما فهماش تقريبا شخص ما قامش بالاستعمال متاعه لكن الاستعمال متاعه عادة كما قلنا يكون يا أما باستخدام المايك وإنك تتكلم ويقوم الموقع معناه بالتقاط الصوت ويقوم بكتابة الصوت والترجمة متاعه وإلا من خلال الكتابة اللي كما قلنا ما تنجمش كما قاعدين تشوفوا تتجاوز فيها خمسة لاف حرف في الفقرة وإلا في المقطع اللي بش تقوم بالكتابة متاعه في المكان الخاص بالترجمة لذا بش نشوفوا مع بعضنا اليوم خاصية جديدة نوعا ما قدمتها جوجل وبرشة أشخاص ما يعرفوا هاش وهي تتمثل في أنك تقوم برفع الوثيقة كاملة على موقع جوجل ترانزليت بش يقوم بترجمتها بش نقوموا بالعملية هذه أول حاجة تضغط على زر داكيمنت بعد ما تضغط عليه قبل ما نقوموا بالرفع لازمنا نعرفوا شنوما الفايلات اللي نجمو نرفعوهم على موقع جوجل ترانزليت وشنوما الاكستنشنز اللي موقع جوجل ترانزليت قادر على القراءة متاحهم وهما كما قاعدين تشوفوا .doc.docx.odf.pdf.pt.pt.ptx.ps.rtf.txt.xls.xls.x كثيرا عليا الأحرف دونك هتخل البعض شوية به هذوما معناها الاكستنشنز هما اكستنشنز متاع فايلات عادة يأما تكون فايلات تكست كما الفايلات اللي نخرجوهم من تطبيق ميكروسوفت وورد وإلا زادة كيف كيف عنا البرزنتيشنز اللي هما الPPT والPPT x وإلا عنا زادة كيف كيف نقولوا احنا الجداول المتاع ميكروسوفت اكسل دونك هذوما الكل تنجمو تقوموا بترجمتهم مباشرة باش نبدأوا عملية الترجمة يكفي انو نختاروا الفايل نضغطوا على الزر الهنا ونقوموا باختيار الفايل قبل ما نقوموا عفوا باختيار الفايل نختاروا اللغة متاع الفايل بالنسبة لنا الهنا الفايل باللغة الفرنسية نقوموا باختيار اللغة الفرنسية وبعدها نختاروا اللغة اللي نحبوا نترجمو لها مثلا مش نختاروا الترجمة لللغة الانجليزية بطبيعة نجم تختار لهنا اللغات اللي تحب عليها انتي بطبيعة من الموجودة في الموقع هذا بعدها نقوم بالضغط على الزر ونقوم باختيار الفايل متاعنا ونضغط على open بعد ما نضغط على open بش يقوم الموقع بعمل upload للفايل هذا بعدها نضغط على translate وبعد ما نضغط على translate بش يعدين للصفحة هذه الصفحة اللي كما قاعدين تشوفوا يكون موجود فيها التاكست في البداية باللغة الاصلية ومن بعد تم الترجمة متاعه مع العلم انه كل ما تحط الماوس على سطر او على فقرة فانه يعطيك الoriginal text شنوه وتنجم انتي لهنا تقوم بالتعديل عليه فقط قبل ما نكمله الفيديو متاعنا ملاحظة صغيرة الملاحظة هذه انه رجاء عدم الاعتماد بصفة كاملة على خدمات جوجل ترانزليت لانه صحيح خدمات جوجل ترانزليت تتميز بالدقة وتتميز زادة كيف كيف انها تعطيك نتائج جيدة للتاكست اللي تحب تقوم بالترجمة متاعه لكن في احيان كثيرة زادة كيف كيف تكون موجودة فيها العديد من الاخطاء لذا حاولوا ما تستعملوها الا وقت الضرورة القسوى ووقت اللي تكون هي الحل الوحيد بالنسبة لكم نتمنى الفيديو متاعليوما تكون عجبتكم ونتمنى تكون فيها اضافة بالنسبة لكم قبل ما نخليكم ما تنسيوش كيف العادل اشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس وللفيديو القادم ان شاء الله ما بقى ليكا مش نقولكم الى اللقاء اشتراك في القناة